بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الرابع للبدائي أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة المفروض عندنا مراجعة نحوية نحل تدريبات على الجزء اللي احنا خدناه في قواعد النحو من بداية الترم الأول طيب خطتنا إيه أو شكلنا إيه أو هنمشي إزاي في مراجعة درسنا أو في المراجعة بتاعتنا النهاردة النهاردة هنراجع جزء ونحل عليه هنراجع درس بشكل سريع ونحل على الدرس ده تعالوا مع بعض كده نشوف أول حاجة هنراجعها مع بعض إيه النهاردة تعالوا بينا مع بعض نعرف أول درس هنراجع مع بعض النهاردة هو درس أسماء الإشارة نفتكر كده مع بعض إن أسماء الإشارة دي هي اسم بنشير به يعني بنشاور به خلاص للشيء معين إيه أسماء الإشارة دي؟ قال لي يا مستر أسماء الإشارة عندي هذا وهذه وهذان وهتان وهؤلاء بس قال لي لأ وذلك وتلك وأولئك تعالوا كده مع بعض نتعرف على كل اسم من هذه الأسماء ووظفته إيه إحنا اتفقنا قبل كده إن أسماء الإشارة دي كأني بشاور بإدية على شيء معين فبدل ما بشاور كده فبقول إيه؟ هذا كتاب، هذا ولد، هذا آه يعني هذا دي بدل الإشارة اللي كنت بعملها بإدية قال لي آه طيب أسماء الإشارة دي إحنا خدنا منهم المجموعة دي قبل كده اللي هي إيه؟ هذا وهذه وهذان وهتان وهؤلاء وذلك وتلك أولئك تعالوا نشوف كل واحد فيهم كان بيعمل إيه كده ونفتكر مع بعض هذا كنا بنستخدمها مع المفرد المذكر فأقول هذا ولد، هذا معلم، هذا كتاب أما هذه كنا بنستخدمها مع المفرد برضو لكن المؤنس فنقول هذه بنت، هذه معلمة خلي بالك إن هذه برضو كنا بنستخدمها مع جمع بس غير عاقل فكنا بنقول هذه كتب، هذه السيارات آه يبقى هذه بنستخدمها مع المفرد المؤنس هذه بنت ونستخدمها مع جمع غير العاقل لما أقول هذه كتب كمان عندي هذان وهتان، الاتنين دول كنا بنستخدمهم مع المسنة لكن هذان مع المسنة المذكر فنقول هذان ولدان وهتان بنستخدمها برضو مع المؤنس، لكن المسنة الإيه؟ المؤنس، فنقول هتان بنتان كمان عندي؟ هؤلاء تفتكر كده معايا؟ هؤلاء كنا بنستخدمها مع إيه؟ لما نقول هؤلاء معلمون، هؤلاء مهندسون، هؤلاء طلاب إيه ده إيه ده إيه ده؟ هؤلاء كنا بنستخدمها مع بعض لما بنجي نتكلم عن الجمع لما باتكلم عن الجمع، جمع العاقل طبعا هستخدم هؤلاء كمان عندي ذلك وتلك وأولائك أسماء إشارة كنا بنستخدمها ذلك اسم إشارة خلاص بنشاور به خلاص للبعيد ولكن لما يكون مذكر وتلك خلاص اسم إشارة برضو خلاص للبعيد لكن لما يكون مؤنس فنقول ذلك المكان وتلك أو ذلك الرجل معناها أنه هو في مكان بعيد وتلك الفتاة آخر حاجة عندي كنا بنستخدم أولائك أولائك دي برضو كل الجمع لكن لما يكون بعيد يبقى ذلك وتلك اسم إشارة للبعيد مذكر ومؤنس وأولائك الجمع لما يكون اسم الإشارة برضو بعيد سواء كان مذكر أو مؤنس المهم أنه هو جمع يبقى احنا رجعنا كده مع بعض على أسماء الإشارة هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وذلك وتلك وأولائك تعالوا بنا مع بعض بقى نبدأ نحل على الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي بصوا كده معايا أول سؤال على أسماء الإشارة بيقولي إيه؟ أكمل الجمل التالية بوضع اسم الإشارة المناسب تعالوا نشوف كده بيقول إيه؟ نقط معلمتان ماهرتان معلمتان دي مسنة ومؤنس يبقى نستخدم هذا ولا هذي ولا هزان ولا هتان أحسنتم جميعا معلمتان يبقى نستخدم معاها هاتان فنقول هاتان معلمتان المثال التاني نقط فلاحون سعداء فلاحون دي جمع وأدم جمع هستخدم معاها اسم إشارة للجمع فهقول إيه؟ هؤلاء فلاحون ينفع أقول هذي؟ قال لي هذي بتستخدم معا غير العاقل جمع آه بس غير العاقل أو مفرد مؤنس مش يبقى نقول هؤلاء فلاحون المثال رقم 3 بيقول لي تلميذان في المدرسة ولا عايز اسم إشارة هنا هقول إيه؟ أحسنتم هذان تلميذان الجملة اللي بعدها بيقول لي نقط كتب قيمة فهقول إيه؟ هذا كتب قيمة ولا هذي كتب قيمة؟ أحسنتم كتب جمع لكن غير عاقل أستخدم معاها هذه يبقى هذه كتب قيمة آخر المثال عندي بيقول لي إيه؟ نقط قلم جديد قلم ده مفرد يبقى استخدم معاها اسم الإشارة للمفرد المذكر هيبقى هذا قلم هذا رجل يبقى هذا قلم طيب كده احنا راجعنا على أسماء الإشارة تعالوا بينا مع بعض نراجع على الضمائر وأنواعها المختلفة اللي احنا درسناها احنا درسنا ثلاث أنواع للضمائر ضمائر متكلم وضمائر مخاطب وضمائر غائب تعالوا نشوف كده الضمائر التلاتة دول أول حاجة عندي ضمائر المتكلم هم اتنين بس متكلم اللي بيتكلم ده اللي هو أنا أو كلنا بنتكلم فبنقول احنا باللغة العربية بنوعل علي إيه بقى نحن فبقول دمائر متكلم اتنين يا إما أنا يا إما نحن أنا لو اللي بيتكلم ده مفرد مذكر فهقول إيه أنا أذاكر دروسي أنا معلم أنا طبيب طيب نحن اللي نحن دي بتستخدم مع المسنة ومع الجمع فأقول نحن نذاكر دروسنا نحن مهذبون نحن معلمون إلى آخر هذه الكلمات طيب كده خلاص دمائر متكلم اتنين أنا ونحن أنا مفرد خلاص ونحن مسنة أو جمع تعالوا نشوف بقية الضمائر فكروا كده معايا بقية الضمائر كان إيه أول نوع كانت متكلم وخلصناها أنا ونحن تاني نوع اللي تاني نوع من الضمائر كان ضمائر الغائب ضمائر الغائب اللي هي إيه؟ تعالوا كده نسمعها مع بعض هو هي هما هم هن هو هي هما هم وهن تعالوا كده نشوف الضمائر دي هو لما بنستخدمها بنستخدمها مع المفرد المذكر فبنقول هو هو تلميذ مجتهد هو يكتب الدرس هو معلم هو تلميذ هو طالب طب لو هي هي تبقى مع المفرد بس المؤنس فبنقول هي تذاكر الدروس هي تشرب اللبن هي معلمة هي تلميذة أما هما هما خلي بالك بتستخدم مع المثنة يعني المثنة يعني ما بيكون باتكلم عن اتنين فأقول هما تلميذان أو هما تلميذتان بنستخدم مع المثنة سواء مذكر سواء مؤنس فأقول هما تلميذان أو هما تلميذتان طيب فاضل عندي اتنين من ضمائر الغائب اللي هي ايه هم وهن هم بنستخدمها مع الجمع بس المذكر فأقول هم طلاب هم معلمون هم مهندسون أما هن بنستخدمها مع الجمع برضو بس هن خلي بالك النون دي اسمها بنسميها كده ما تكبر هتعرف انها نون النسوة النون دي دايما بنستخدمها مع المؤنس فبيقول لي هن دي بتستخدم مع جمع المؤنس فهقول ايه هن هن تلميزات مجتهدات هن طبيبات هن معلمات انما لو قلت هم هن هم معلمون هم اطباء هم مدرسون هم تلاميذ يبقى هم جمع المذكر هن جمع المؤنس اخر نوع من الضمائر مهذب انت تلميذة تلميذة انتم اولاد انتما انتم انتن تعالوا نحل عليهم بقول لي ضع ضمير مخاطب مخاطب بدل من ضمير المتكلم في الجمل الاتية يلا عايزين ضمير مخاطب يلا اول مثال بيقول لي انت تلميذ انا تلميذ متفوق واللي حط بيدال انا تلميذ متفوق دي بيدال انا اللي هو المتكلم حط بيدالها ضمير مخاطب فهنقول ايه انت احسنتم انت تلميذ ومتفوق طيب نحن نحن دي جمع يبقى لما استخدم خلاص بيدالها هستخدم برضو ضمير جمع بس بص معايا جمع مذكر ولا جمع مؤنس قال لي تلميذات يبقى هقول ايه ها انتم تلميذات ولا انتنا تلميذات احسنتم هنقول انتنا تلميذات متفوقات جمع رقم ثلاثة بيقول لي انا انا تلميذة متفوقة لما نحط ضمير مخاطب يبقى احسنتم ها انا هنا تلميذ يعني مفرد مؤنس يبقى استخدم انتي فهقول انتي تلميذة متفوقة اخر مثال بيقول لي نحن تلميذ متفوقون وعايزين نستخدم ضمير مخاطب نحن جمع وتلميذ بعدها جمع المذكر يبقى نستخدم ضمير مخاطب لجمع المذكر مفيش غير انتم فهقول انتم تلميذ متفوقون طب يعكس لي السؤال بشكل تاني يقول لي ضع ضمير غائب بدل من ضمير المخاطب ضمير غائب اللي هو هو هي هما هم هن حلوة اوي تعالوا نشوف كده هنحطت ازاي ضمير الغائب لما يقول لي انتما عاملان انتما دي مسنة انتما عاملان مهران دي مسنة يبقى هشوف ضمير غائب المسنة كان ايه هما فهقول هما عاملان ماهران طب المثال التاني بيقول لي برضو انتما فتاتان محبتان للخير انتما ما هي برضو للمسنة مؤنس مش هتفرق المسنة والله سيستخدم المذكر والمؤنس مع بعض فانتما هتبقى برضو هما فتاتان محبتان للخير المثال التالت انت فتاة مهذبة هستخدم بدلا منها في ضمائر الغائب هقول هو فتاة مهذبة ولا هي فتاة مهذبة احسنتم هي فتاة مهذبة انتنا امهات مثاليات انتنا دي جمع وامهات دي بتدول الجمع مؤنسة هي مصطر واضحة يبقى استخدم بدلا انتنا هحط هن تبقى هن امهات مثاليات انتم رجال مخلصون هشيل انتم وحط مكانها ايه طرق احسنتم ضمير للغائب بس جمع مذكر فاقول هم رجال مخلصون طيب تعالوا كده مع بعض نشوف ازاي ممكن نحلل بعض الكلمات او المقاطع الصوتية تعالوا كده مع بعض نشوف ممكن نحلل بعض الكلمات لمقاطع صوتية ازاي يديني مثلا كلمة زي كلمة القرية وكلمة تانية مثلا زي كلمة مثلا مثلا كلمة ال الكلب اخدناها في الدرس اللي فات لما الرجل نزل الى البئر وساعد هذا الكلب كلمة تالتة ودايما كل الطلبة بتسأل فيها كلمة ال يونس كو قبل محلل اي كلمة لمقاطع صوتية لازما اقرأ الكلمة او انطأ حروف الكلمة بتشكلها نطق صحية فتعالا معايا كده لما نحاول ننطق كلمة زي كلمة القرية هنطقها ازاي بص كده معايا ال بص كده معايا قر ي تو او القرية بص كده معايا القرية بص معايا اول حاجة الالف واللام اللام عليها سكون تمسك مع الالف على طول اي حرف ساكن دايما بيمسك لما تيجي تحل المقاطع الصوتية بيمسك في الحرف اللي قابله بيجي مع الحرف اللي قابله فهنقول في تحليل الكلمة دي ال بعد كده القاف عليها فتحة لكن الرأ بقف عليها بقف عليها يبقى دي سكون فاقول القر يه القر اه نطقة القاف مع الرأ فاقول القاف كده والرأ اهي القر بص معايا ها الياء عليها فتحة فاكتبها زي ما هي لوحدها اهي القرية تو التق المربوطة خلاص لوحدها طيب تعال نشوف كلمة تانية ال كل احلل هذي الكلمة ازاي انطقها الاول صح فاقول ال كل بو ال يبقى اللام عليها سكون بص الكاف الك ال كل بو حلو قوي احلل الكلمة الساكن يمسك في الحرف اللي قابله فاقول ال مع بعضهم الاتنين ها بص كده الكاف عليها فتحة هكتبها لكن اللام اللي بعدها ساكنة تمسك فيها فتبقى كل بعد كده يا مستر اخر حرف عندي الباء ينزل لوحده يبقى اي حرف متحرك خلاص هو ممكن يجي لوحده لكن لو بعدي حرف ساكن بيمسكه في ايديه اخر كلمة عندي ودايما بكل الطلوبة بتسأل فيها ازاي حل الكلمة اليونسكو تعال كده بص معايا لازم ننطق الكلمة كويس اوي فاقول ال بص كده بعد كده بيقول لي ايه اليو الياء عليها ضمة لكن الو و قفت عليها فاقولت اليو بص كده بقيت الكلمة نسكو نسكو والو و قفت عليها اي حرف هتوقف عليه حط سكو وتعال بقى ايه نكتب الكلمات او الحروف دي نقطع او نحللها المقاطع الصوتية فهنقول ايه الالف و اللامة مع بعض ال بعد كده ها يو الياء عليها ضمة لكن بعد كده الو و ساكنة فاقولت اليو ها بص كده معي النون و السين اليو نسكو ايه يا مستر النون مكسورة لكن السين و قفت عليها يو نس فاقول النون اهي وبعدها يا مستر السين اخر حاجة عندي او اخر مقطع في الكلمة كو الكاف مضمومة لكن الو و بعدها ساكنة فتمسك فيها فهنقولها كده اليو نسكو و كده احنا اتعرفنا على تحليل بعض الكلمات لمقاطع صوتية كل مرة بنحاول نحل بعض الامثلة دي لحد ما نتدرب على تحليل الكلمات لمقاطع صوتية تعالوا بينا نكمل درسنا تعالوا بينا مع بعض نكمل درسنا وهو المراجعة النحوية على ما سبق في هذا العام بص كده معايا خدنا انواع الجملة خدنا نوعين ليه الجملة خدنا جملة احسنتم ها جملة اسمية و جملة فعلية و عرفنا ان الجملة الاسمية بتتكون من جزئين اول حاجة او اول حاجة قبل ما تتكون من ايه ان الجملة الاسمية لازم ان تبتدي ها احسنتم الجملة الاسمية تبدأ باسم زي ما اقول ايه مثلا النحو سهر فالنحو مبتدأ وسهل خبر يبقى الجملة الإسمية بتتكون من ركنين ايه هما؟ المبتدأ والخبر يبقى الجملة عندي نوعين يا إما إسمية يا إما فعلية الجملة الإسمية بتبتدي بإسم أولها لازم أن يكون إسم عشان كده سمناها إسمية بتتكون من جزئين المبتدأ والخبر زي ما أقول النحو سهل العلم نور المدرسة جميلة جنوء التاني من الجمل هو الجملة الفعلية فعلية بتبتدي بفعل زي ما اقول ينجح التلميذ فينجح دي فعل مين اللي بينجح التلميذ التلميذ ده اسمه فاعل علشان كده بنقول ان الجملة الفعلية بتبتدي بفعل وبتتكون من ركنين اللي هما الفعل والفاعل يبقى عندي نوعين من الجملة جملة اسمية بتبتدي باسم وبتتكون من مبتدأ وخبر جملة فعلية بتبتدي بفعل وبتتكون من فعل وفاعل طيب تعالوا نشوف هنحل على الكلام ده ازاي بس كده معايا اول قطعة معايا بيقول لي ايه اقرأ ثم اجب الفلاح نشيط يصابق الطيور في البكور ويسرع الى العمل قبل شروق الشمس ويقضي اليوم في الحقل وليه اعرمها تحته خط في الفكرة السابقة او في القطعة السابقة ويقول لي ايه اول كلمة الفلاح هرجع كده لكلمة الفلاح في الفقرة هلي ايه اول كلمة في الجملة كلها تمام الفلاح دي هل هي اسم ولا فاعل اسم كنا متفقين قبل كده ان الاسم اذا بدأ نسميه مبتدأ اذا كلمة الفلاح نعريبها مبتدأ وقلنا المبتدأ والخبر والفاعل دايما مرفوعين بس ليه علامة علامته هنا اتضم فبنقول الفلاح فاعل مرفوع وعلامة رفقية اتضم احسنتم طيب بعد كده بيقول لي حطيتلي خط تحت كلمة يسرع وعايز اعربها يسرع يا طارع الكلمة دي اسم ولا فاعل لازم قبل ما اعرف اعرف الكلمة دي اسم ولا فاعل حدد يسرع تا يسرع دي فعل فعل ايه اللي فعل مضارع في هذه الجملة نعريبها فعل مضارع طب تعال نشوف طالب مني ايه بعد كده من خلال القطعة دي بيقول استخرج من القطعة يا طارع استخرج ايه قال لي اول حاجة استخرج من القطعة يعني طلع لي من القطعة دي هاتلي من القطعة اللي انا طالبه منك اول حاجة جملة اسمية لما يقول لي جملة اسمية هدور على جملة اولها احسنتم اسمعكم جميعا اولها اسم وبعد كده بيقول لحد دركنية طب تعال نجيب الجملة الاول ها زي ما كله فكرتم كده الفلاح نشيط لانها بتبتدي باسم اللي هو الفلاح كتبنا الجملة الاسمية بيطلب مني بعد كده وخلي بالك لما يكون جزء او سؤال في جزء اين تركز عشان ما تسيبش الجزء التاني ثم اذكر ركنيها ركنيها جملة الاسمية حاجتين المبتدأ والخبر فين هنا المبتدأ في الجملة اللي انت طلعتها وفين الخبر هقول له ان المبتدأ احسنتم زي ما انتوا كلكم فكرتم كده ها المبتدأ الفلاح والخبر نشيط الفلاح مبتدأ خلاص نشيط خبر يبقى هم دول الركنين يبقى المبتدأ واقول له كذا الخبر واقول له كذا هم دول هم بحددل الركنين على الجملة طيب يقول لي هتلي من الفقرة دي برضو فعلا وحرفا وإسما فعل دعنا ندور على فعل في أول جملة كده الفلاح نشيد في أي أفعل في الجملة دي لا شوف الجملة اللي بعدها يسابق الطيور في البكور يسابق بيسابق ده فعل ولو بحبيت تتأكد حطوله العلامات بتاعة الإسم الألف واللام التأي المربوطة التنوين تعال نشوف كده قال يسابق ينفع حطوله تنوين ينفع حطوله تأي مربوطة قال لي لا يبقى ده فعل عندي يسابق وعندي يسرع اللي قلت علي من شوية في الإعراب يبقى عندي فعلين يسابق ويسرع بيقول لي هتلي حرف الحرف اللي هو حرف من الحروف مثلا زي حروف الجر اللي هي من إلى عن على في الباقي كاف الله من إلى عن على في الباقي كيف اللام هندور على حرف من دول كده في القطعة هنلاقي عندك يصابق الطيور في البكور في وعندي في آخر جملة بردوك مكررها لتاني وعندي الجملة اللي قابليها يسرع إلى العمل قبل شرق الشمس يسرع إلى العمل يبقى أنا عندي في وعندي إلى آخر حاجة بيقول لي في القطعة دي بيقول لي أنا عايز إسم سهل جدا إسم من عندي كتير هدور له على كلمة من الكلمات اللي في القطعة تكون إسم وعايز أتأكد إنها إسم أحط الكلمة دي ألف ولام أو أحط لها تنوين أو أحط لها تاق مربوطة لو نفع معها الكلام دوت تبقى دي إسم طب تحنشوف كده أول كلمة عندي في الجملة الفلاح ده هي جاية فيها ألف ولام نشيط برضو صح الطيور البكور العمل كل دي تنفع يبقى إسم من هناخد مثلا كلمة الفلاح طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ضع ضمير مخاطب مناسب مكان النقط يلا أول حاجة بيقول لي إيه نقط فلاح مصري ضمير المخاطب اللي هي إيه أنت أنت أنتما أنتم أنتن يلا فلاح مصري هقول إيه أنت ولا أنت ولا أنتما أكيد أنت فهقول أنت فلاح مصري رقم اتنين نقط فلاحان دي مسنة يبقى على طول وانت مغمض أنتما طيب بعد كده رقم ثلاثة فلاحون مصريون فلاحون دي جمع ومذكر ولا مؤنس فلاحون دي مذكر يبقى استخدم أنتم طيب لو قال لي فلاحات هستخدم أنتنة مش يبقى فلاحون هقول أنتم فلاحون مصريون المثال الرابع نقط فلاحتان مصريتان ها هستخدم معها إيه فلاحتان دي مسنة على طول المسنة ما فكرش مذكر ولا مؤنس مسنة يبقى استخدم أنتم فلاحتان مصريتان يعني لو قلت فلاحان هقول أنتم ولو قلت فلاحتان برضو هقول أنتم لأن أنتم تستخدم معها المخاطب المذكر المسنة المذكر والمؤنس طيب هذا اللاعب ماهر في رقم دي بيقول لي ثني واجمع الجملة عايزين نجيبها مسنة ثني يعني هتهالي في صيغة المسنة واجمع يعني هتهالي في صيغة الجمع يلا هذا لما أسنيها أقول هذان اللاعب مسنها اللاعبان ما لهم ماهران يبقى هنقول أول حاجة هذان اللاعبان ماهران طيب عايزة أجمعها هقول هؤلاء أحسنتم اللاعبون ماهرون يبقى أنا عندي دلوقتي عارفت عندي أن في ضمائر للمتكلم في ضمائر للمخاطب في ضمائر للغائب ضمائر المتكلم لي أنا ونحن أنا للمفرد ونحن للمسنة والجمع وعرفنا كمان أن عندنا ضمائر للغائب اللي هي هو هي هما هم هن وعرفنا استخدام كل واحد فيهم وعرفنا كمان أن نوع الثلاث من الضمائر هو ضمائر المخاطب اللي هي أنت وأنت 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 وعرفنا كمان أن الجملة عندنا في اللغة العربية نوعية أو الجملة نوعان النوع الأول هو الجملة الإسمية والنوع الثاني هو الجملة الفعلية الجملة الإسمية بنعرفها إزاي؟ قال لي تبدأ دائما بإسم يبقى الجملة الإسمية بتبدأ بإسم وبتكون من حاجتين المبتدأ والخبر مثل العلم نور والجملة الفعلية بتكون من حاجتين برضو دائما بتبتدي الفعل وبتكون من حاجتين إيه هما؟ فعل وفاعل وحلينا على الكلام ده واستخرجنا الجمل الإسمية وأعربنا الفعل وأعربنا وتعلمنا ازاي نعرب الجملة اللي بتيجوا قدامنا أو نستخرج المطلوب من خلال قطعة النحو اللي بيجينا في الامتحان بكده أنا وصلت النهاردة لنهاية درسنا أو نهاية مراجعة النحوية بتاعنا أتمنى أن يكون كل طلاب الأعزاء استوعبوا وفهموا إزاي يتعاملوا مع سؤال النحو وإزاي يحلوا قطعة النحو وإزاي يعربوا وأتمنى أن يكون الجميع استفاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة